ما فكرتش تعمل تليفون ونهدي الدنيا لا الأمور عادية بس في الأخير أنت خلاص أخدت قرار فتبعد يعني خلاص أنا بالنسبة لي والله يا كريم لا 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 أنا ما بندمش على أي حاجة ما بندمش على أي قرار أخدته في حياتي ولو رجعت بي الزمن اللي وراء والخناقات اللي أنا تخلقتها مع مانوش دي هكررها وإن أنا لما مشيت من نادي الأهلي أروح نادي الزمالك هروح نادي الزمالك ما بندمش على أي حاجة حتى أنا زوجتي بتروح كل شوية تقول لي إلي قالك تروح نادي الزمالك يعني كل شوية تقول لي ليه رحت الزمالك ماهو ما فيش أنت النادي الأهلي وكنت موجود مشيت ي lon deveرتك إيه دا 잠깐만 لا دي عنديل ل ном دي عندها حق فيها دي عنديال حقتها تنصحني تقول لي يا ابني ما تتخانيش كنت برضو لا كنت مندفع حتى عادل يعرف أنا كنت ضرب نار معملا بس معنى أنت ما تندمش على حاجات عملتها ده مش معنى أنت بتقول أنها ما كانتش غلط يعني أنت ممكن تعمل حاجات غلط بس خلط ده موقفها كريم خلي بالك هي مواقف هي مواقف في الآخر أنت ممكن تكون أنت في الفترة ديت أنا كانش عنده نضج ما عنديش خبرة ما عنديش حاجة كتيرة فأنت بتعمله هتفضل بتعمله صح هل عايشين في الدنيا عشان نغلط ونتعلم هسألك سألت ببساطة موقفك مع مانويل جزيه دلوقت أنت حاسي أن كنت غلطان فيه ولا صح لا غلطان طبعا طيب زهابك لنادي الزمالك كنت قرار سليم ولا مش قرار سليم سليم قرار سليم ده عكس اللي مراتك هادت مهمني ما تفعلش هاي عشان زعلش ماني كمان وأنا طبعا شايف أن أنت قدتك بشغل عالي كمان معنى الزمالك طبعا زعلك من حسام حسن أو كابتن حسام حسن وزعله منك أنت شايف أن أنت اللي غلطان فيه ولا كابتن حسان حسن لا أنا مش غلطان فيه يعني هو كان موقف كده حصل وفي الآخر كابتن حسن أو كابتن إبراهيم بالمناسبة لا كابتن حسان كابتن حسان زعل معك لا لا أنا كان ده قرار سليم أن أنا كنت لازم أخذ موقف وأن أنا أمشي يعني ما أكملش بس ده مش ننمن عليها مش حاس أنه يطلغ غلطان لا لا كأنها حتى يا كابتن عساني نعم تمام حاول توصل لحاجة على قد مقدر بس والله أنا يعني عارف أنت يعني كابتن عساني وكابتن إبراهيم ليهم كل الاحترام والتقدير وليهم فضل كبير جدا على يعني طبعا فأنا ما أقدرش ومش هزعل وفي الآخر أنا عمري ما هزعل لأن أنا اللي أخدت القرار وأنا اللي مشيت ومش هزعل أنه أخدني ما أخدنيش مع المنتخب مصر لا الموضوع ده لأنه ربنا أخبيلي الأحسن ومخبيلي الحاجة الكويسة أن أنا إن شاء الله بإذن الله ربنا يكرمني وهمشي وإن شاء الله لو حديعمي شغل كويس كابتن حسن شرفت ونوارت شرف لك حبيبي يا ربي خليك كابتن أحمد نوارت الدنيا حبيبي يا كيمو دايما بس عدنا معي يا ربي خليك هلستم كميين مع حضراتكم بعد الفاصل الزمين عزيز محمد جمال خليكم معنا